الصلاة لها شروط هذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة الشرط الأولى الإسلام وهذا الشرط يكون في كل العبادات لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد فلو دخل الشرق في العبادة أصبحت عبادة فاسدة بعضنا نعم ضد الإسلام الكفر قد يقول القائل لماذا يذكر العلماء هذا الشرط في الصلاة مثلا لا يصلي إلا المسلم المسلم هو الذي يصلي لماذا نقول من شروط صحة الصلاة الإسلام اسوالي لمسلم هاد في الصلاة وال geil السبب والغادة مثلا المسلم هاد был في الصلاة والجل أخبر exam خفر نعم لأنني BOB ترجمة نانسي قنقر